وبغية التعمق في الموضوع سنعرض أمامكم أمثلة حية لأخبار كاذبة رصدناها ونحن نقوم بهذا التحقيق البداية بهذه الصور التي صنعت الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغل البعث الكارثة الطبيعية التي ضربت مدينة جانت للترويج لصور غير حقيقية على أساس أنها صورت في المنطقة من أجل التلاعب بمشاعر الناس لما تجيك أي معلومة ما تصدقها تجيك من عند أي صفحة من الصفحات قال الفنان فلاني توفى الفنان فلاني مريض الناشط الفلاني قال كذا وكذا مررها على العقلة ديالك قال أسكو لأن الإنسان له الذكاء يقدر يعرف الناس تعرفه من ما تشوفه وجهه تعرفوا أسكو هذا إنسان صادق ولا لا لا والناس تعرفه يقول لك وش الخروف معروف نقرأ الخبر من صدقهش في البداية يقول لي بلي فلان قال هذا فلان عنده صفحة في الفيسبوك رح نشوف الصفحات قال ها ولا لا لاحظنا هذا العمر أنه جينا معلومات أو معطيات أو كما ذكرت صور وفيديوهات يعني لا أساسا لها من الصحة ولما نتأكد نتأكد يظهر أنه كله يعني مجرد تركيب ومجرد يعني سينما لأجر الضرر بذلك المنافس وكثير من المنتوجات بالأسف الشديد يعني حتى هذه نصيحة لإخواتنا يعني الذين ينشرونها دون تأكد بمجرد نشر خبر يمكن أن نساهم في تدمير علامة بأكملها ويمكن أن نتسبب في غلق مصنع مصنع يمكن أن يغلق بمجرد يعني معلومة خاطئة تابعوا معي هذه الخطوة نقوم بتحميل الصورة على الحسو وهنا اخترنا صورتين نشرتا على أساس أنهما لفيضانات جانت نفتح بعدها محرك البحث جوجل وبالضبط أعلى الشاشة حيث يوجد قسم الصور نضغط على البحث نحمل الصورة نختار إحدى الصور ثم ننتظر تخيلوا معي نفس الصورة استعملت السنة الفارضة في كوديفور وهي في الحقيقة صورة التقطت في هايتي من قبل المصور الكندي لوغان أباسي لفائدة منظمة الفاو أما الصورة الثانية التي اخترناها قمنا بنفس العملية لنجد أنها صورت في فيضانات غاتل ليبيا ترجمة نانسي قنقر